تزيل الملائكي سيدنا من أول داخل سيدنا أو لا من بعد الفجر مباشرة إلى ماذا؟ طبعا بعد الفجر لابد أن ينتظر إلى بعد الشروق لكي يغتسل ويأتي هذا الأقرى في أقوالها للعلم أن اغتسال الجمعة طبعا فيه قولا منهم من قال يدخل اليوم بالفجر ويقولوا واشربوا حتى دايبانكم الخير طريبا ويقولوا من خطأسوا من الفجر ومنهم من قال خروج من الخلاف يدخل بعد الشروق يدخل بعد شروق الشمس فهناك كان بعض الفضلاء يجلسون سبحان الله من الفجر من الصلاة الفجر إلى صلاة الجمعة يتابعوها كده يعني يفدوها كده ما شاء الله جلسة وحدة حتى نصح بقول الشيخ بن عثيمين أن يخرج فكان يجلسون لحد الإشراق ويصل ركعتين الضحة ثم يرجع إلى بيته ويغتسل ويرجع مرة تانية إلى المسجد فإن كان كذلك فإنه لا شك أنهم من بعد الإشراق شروق الشمس تحسب الخمس ساعات اللي هي خمسة أوقات يعني تقسم إلى خمسة أجزاء ولذلك أتى ابن مسعود يوما فوجد نفسه خمسة قال أوما خمسة عن الله ببعيد يتأول حديث فيه مقال أن الناس يحشرون قرب من الله عز وجل على تبكيرهم يوم الجمعة على تبكيرهم في يوم إيش؟ في يوم الجمعة فلا شك أنه الداخل الأول فالأول من بعد الإشراق نعم أولا بأول نعم